محبطاً من سيطرة والديه على حياته قرر أن يفعل ما لا يمكن تصوره قصة عائلة روجرز هي قصة مأساوية عن الحب والخيانة ونزول شاب إلى الظلام بدأ كل شيء في ضحية ريفرسايدا الهادئة في أوتاوى كندا وهو المكان الذي تعايشت فيه الطبيعة والحدثة تألفت عائلة روجرز من ديف وميرل روجرز وابنهما بالتبني كاميرون روجرز كانت قصة الزوجين قصة حب ومغامرة والتزام لا يتزعزع اتجاه ابنهما ولكن دون علمهما فإن قرار التبني سيجلب لهم ما لم يكن في الحسبان تفضلوا بالبقاء معنا بينما نغوص في تفاصيل قضيتنا لهذا اليوم ديف روجرز من مواليد أوتاوى ولد ونشأ في المدينة كانت لديه علاقة عميقة الجذور بالمنطقة بعد تخرجه من مدرسة ثانوية محلية التحق لاحقا بجامعة كارلتون حيث حصل على شهادتين في العلوم السياسية والصحافة قاده تعليمه إلى مهنة مرضية في أوتاوى سيتزن وهي صحيفة محلية حيث أبلغ حتى عن أكثر الأخبار المروعة بتفان لا يتزعزع من ناحية أخرى كانت ميريل امرأة ذات قوة ومرونة ملحوظة ولدت في عائلة عسكرية في ألبيرتا واتبعت خطى العائلة من خلال الانضمام إلى الجيش الكندي بعد حصولها على شهادة في اللغات من جامعة أوتاوى تغلبت على التحيزات الجنسية وأصبحت واحدة من أربعين نساء أكملنا دورة التدريب القتالية بأكملها عبرت مسارات ديف وميريل في مجموعة ركوب الدراجات وبعد عامين تزوجاه كانت قصة حبهم واحدة من المغامرات المشتركة وكان لديهم شغف عميق بفرنسا حيث سافر إلى هناك كثيرا ظل حلم الزوجين المشترك في تكوين أسرة دون تحقيق لأسباب حفاظا على خصوصيتهما وجع صامت تحملاه معا لكن تصميمهم على احتضان الأبوة استمر مما قادهم في رحلة عميقة في عام 1994 تغيرت حياتهم عندما رحبوا بكاميرون بين ذراعيهم لقد كانت لحظة ملأت منزلهم بالفرح المكتشف حديثا والشعور العميق بالهدف منذ ذلك اليوم بالذات دارت حياة ديف وميريل حول ابنهم الحبيب وتوسعت قلوبهما لاستعاب الحب الذي سكبوه في حياته كان التزامهم اتجاه كاميرون ثابتا وكان واضحا في دفء أحضانهم والضحك الذي تردد صداه في منزلهم والتجارب التي لا تنسى والتي لا تعد ولا تحصل التي صنعوها له لقد أمطروه بالحب والاهتمام مما ضمن أن كل لحظة من تربيته كانت مليئة بالرعاية والدعم سمحت له الرحلات الخارجية باستكشاف ثقافات جديدة بينما عمقت المغامرات في الهواء الطلق المذهل في كندا ارتباطه بجمال الطبيعة معا قاموا بصياغة ذكريات دائمة ورعاية نمو كاميرون وتنمية روحه لم يكمل قرار الزوجين بالتبني عائلتهما فحسب بل أنشأ أيضا رابطة من شأنها أن تصمد أمام أصعب الأوقات ثم تشخيص كاميرون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والاشتباه في مرض التوحد لكن هذه التحديات لم تقلل من حب والديه لقد احتضنوا خلافاته وقدموا له الدعم الذي يحتاجه للإزدهار ومع ذلك أثناء تقدم كاميرون في السن ودخوله الكلية بدأت التواترات في الظهور كافح للعثور على هدفه في الحياة واستأمن محاولات والديه لإرشاده بدأت الأسرة التي كانت محبة ذات يوم تعاني من حجج متكررة مليئة بالإحباط والغضب وصلت نقطة الانهيار في يوم عادي على ما يبدو في العشرين من نوفمبر عام الفين وستة عشر بدأ الأمر مثل أي يوم آخر لعائلة روجرز مع خطط لحضور حفلة عيد ميلاد في المساء ومع ذلك مع مرور الساعة فاشلت عائلة روجرز في الظهور المتوقع مما ألقى بظلال من القلق على الحدث تواصل الأصدقاء والقارب القلقون وتخللت مكالماتهم ورسائلهم الصمت المتزايد الذي يلف منزل روجرز لكن لم يكن هناك أي رد فقد فراغ غريب حيث كان يجب أن تملأ أصواتهم الهواء عندما تحولت الأيام إلى فترة انتظار مؤلمة تعمقت الطبيعة المشؤومة للصمت بدأ الأحباء يشعرون أن شيئا ما كان على خطأ وهو رعب غير معلن معلق بشدة في الهواء دون علم الجميع بما في ذلك أقرب أصدقائهم وعائلتهم حدث ما لا يمكن تصوره داخل جدران منزلهم فخلف الأبواب المغلقة كان كاميرون يؤدي أفكارا مظلمة تماما أفكار من شأنها أن تحطم إلى الأبد هدوء حياتهم الأسرية المتناغمة ذات يوم كانت أصدأ ذلك اليوم المشؤوم من شهر نوفمبر يتردد صداها عبر الزمن تاركة ندبة دائمة في قلوب كل من عرف وأحب عائلة روجرز في اليوم الأول من صمت عائلته كان كاميرون في المطبخ مع والدته ميرال بينما كانت تعد طبقا للحفلة إن لعجدال ساخن بينهما غداه التوتر المستمر في علاقتهما أمسك كاميرون المحبط والغاضب بسكين وطعن والدته في ظهرها مما تسبب في ألمها الشديد عندما هرع والده داذ إلى مكان الحدث بعد سماع صرخات ميرال وقع هو أيضا ضحية لعنف كاميرون كانت تصرفات كاميرون متعمدة ومدفوعة بالرغبة في الهروب مما اعتبره نفوذ والديه المسيطر لقد امضى ما يقارب من ساعة في التفكير في العمل الشانعي قبل تنفيذه وبدلا من طلب المساعدة لوالدته المصابة تركها في عذاب وخطط لهروبه في تحول تقشعر له الأبدان للأحداث أجاب على مكالمة هاتفية من خاره جرهام الذي استفسر عن أخته كذب كاميرون قائلا أن ميرال كانت على ما يرام وتسترح في السرير بينما كانت تحتضر على بعد أمتار فقط توفي والد كاميرون على الفور تقريبا لكن معاناة ميرال استمرت لساعة تركت لتموت من ألم مبرح على أرضية المطبخ تخلص كاميرون في النهاية من أسلحة القتل وحاول إخفاء جثث والديه خلف سقيفة في الحديقة بعد أسبوع من التفكير في خطوته التالية غادر كندا وأخذ المال من محفظة ميرال أخذته خطة هروبه إلى مونتريال حيث خطط لعبور الحدود إلى الولايات المتحدة ومع ذلك فإن إعلانه عن نية الانتقال إلى الولايات المتحدة أثار الشكوك على الحدود تائهاً ووحيداً في مونتريال اتصل كاميرون في النهاية بالرقم 9-1-1 مما أدى إلى اعتقاله واكتشاف جثث والديه اتسمت محاكمة كاميرون بتقلبات غير متوقعة في البداية دافع بأنه غير مذنب بتهمتين بالقتل من الدرجة الأولى جدل دفعه بأن أفعاله كانت نتيجة تضاؤل المسؤولية بسبب تشخيص إصابته بالتوحد ومع ذلك فإن اعتراف كاميرون وطبيعة المحسوبة للجريمة ومحاولته للفرار تتناقض مع مزاعم الدفاع خلال المحاكمة قدم كاميرون إدعاء صادماً بأن والده اعتد عليه جنسياً معظم حياته وأدى ذلك إلى محاكمة خاطئة حيث كان على القاضي تقييم مصداقية هذه المعلومات الجديدة ومع ذلك اعترف كاميرون في وقت لاحق بأنه لفق الإدعاء في حالة من الظهر استمرت المحاكمة بدون هيئة محلفين وأقر كاميرون في النهاية بأنه مذنب في تهمتي القتل من الدرجة الأولى ديسمبر كانون الأول عام الفين وثمانية عشر تلقى كاميرون حكماً رسمياً من شأنه أن يغير مصار حياته إلى الأبد حكم عليه بالسجن مدى الحياة وهي حقيقة صارخة أثرت عليه بشدة وأضاف الشرط الإضافي بأنه لن يكون مؤهل للإفراج المشروط لمدة عشرين عاماً طابقة إضافية من الخطورة إلى الوضع وهذا يعني أنه من الناحية النظرية يمكن إطلاق صراحه في وقت مبكر من عام الفين وثمانية وثلاثين بالنسبة لعائلة روجرز التي احتضنت كاميرون ذات مرة بحب غير مشروط وفرص ثانية جلب الحكم مزيجاً معقداً من المشاعر لقد تصارعوا مع عواطفهم المستمرة للصبي الذي ربوه والإدراك المرعب للأفعال الوحشية التي ارتكبها وبينما كانت قلوبهم تتألم لفقدان أحبائهم فقد وجدوا أيضاً احتمالاً مقلقاً يتمثل في خروج كاميرون حراً ذات يوم وهي الفكرة التي ملأتهم بعدم الارتياح العميق والواقع أن حالة عدم اليقين التي أحاطت بالإفرج المحتمل عن كاميرون طرحت سؤالاً مؤرقاً للغاية هل يمكن إعادة تأهيله حقاً؟ تميز طريقه إلى الخلاص بسنوات من العزلة والندم والوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كان سيخرج من هذا الفصل المظلم كرجل متغير أو ما إذا كان الظلال أفعاله الماضية ستحدد مستقبله إلى الأبد قصة عائلة روجرز هي تذكير مؤلم للقلب بعدم القدرة على التنبؤ بالطبيعة البشرية والعواقب المدمرة للغضب والاستياء نزقت تصرفات كاميرون عائلة كرست حياتها من أجله تاركة وراءها إرثاً من الألم والخسارة وفي حين تؤمن السلطات بإعادة التأهيل فإن الطريق إلى الخلاص بالنسبة لكاميرون طويل وغير مؤكد ويتسم بسنوات من العزلة والندم فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرأيكم في التعليقات أدنى كما لا تنسوا دعمنا بزر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهليز ترجمة نانسي قنقر